يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة السبعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك ملحق بانوراما الظهور لازلت في العنوان الثاني حوزة الحمير وهذا هو الجزء التاسع من عنواننا الثاني إنها الحوزة الطوسية في النجفي وكربلاء منذ أن تأسست هي هي حوزة حمير أسسها الطوسي مؤسس المذهب الطوسي وإمامه سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة وبقيت على حالها تنتج الدجالين والحمير والجحوش الوثائق والحقائق بين أيديكم وقد أثبت هذا في مئات ومئات من الساعات عبر المصادر الصحيحة والوثائق الصادقة كل هذا كل هذا مر علينا في موسوعة هائلة من البرامج المتنوعة والمختلفة القرآن بحسب منطقه قسم رجال الدين إلى مجموعتين مجموعة مجموعة رجل الدين الإنسان وهذه المجموعة لا وجود لها في الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء منذ تأسيسها وإلى هذه اللحظة وهناك مجموعة رجل الدين الحمار وهي المجموعة المنتشرة في هذه الحوزة وفي فروعها في كل أنحاء العالم الشيعي أينما كان هناك شيعة في أية بقعة من بقاع العالم فهناك حمار طوسي إنه يمثل حوزة الحمير إنني أتحدث عن الحمير البشر الحمير البشر أسوأ بكثير وكثير وكثير إذا أردنا أن نقايسهم بالحمير الحيوانات لا نستطيع أن نلوم الحمار الحيوان لأن الله خلقه هكذا لكن الحمار البشري يُلَامُ وَيُلَامُ وَيُلَامُ إنه يمكن حمير الشيطان الذين يقال لهم المراجع العظام يمكنهم من أن يمسخوه حماراً أن يجعلوا منه حماراً وكائناً ديخياً كي يركب على ظهره هذا هو الواقع الشيعي منذ قرون ويبدو أنه سيبقى على حاله إلى زمن الظهور الشريف لأن الأحاديث الشريفة أخبرتنا بأن الحمير الطوسيين في النجف وكربلاء سيخرجون لقتال إمام زماننا ومعهم أتباعهم من الجحوش البشر من شيعة العراق وهذا الكلام مر علينا والأحاديث أحاديث العترة الطاهرة وفي مصادرنا وكتبنا المعروفة هذه الحلقة هي الجزء التاسع من هذا العنوان حوزة الحمير وهي القسم الثاني من عنوان بدأت به يوم أمس أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة لم يكتمل حديثي في الحلقة الماضية لضيق الوقت لضيق الوقت مشكلة مشكلة طويلة في هذه البرامج مع الوقت ضربت لكم أمثلة من هذه الأصوات حدثتكم عن صوت من الأصوات التي يقف وراءها محمد رضا السيستاني خالد الدراج أما عزيز رونق فذلك تحفة تحفة التحفة لا أريد أن أعيد ما تقدم في الحلقة الماضية لكنني ألفت أنظاركم إلى مسألة مهمة الأحاديث أخبرتنا بأن الإمام الحجة صلوات الله عليه بعد أن يستقر به الحال في العراق فإن الخوارج الذين سيخرجون عليه يخرجون من محافظة الديالة هل تستغربون بعد هذا حينما الشيعة يأخذون دينهم من خالد الدراجي وعزيز رونق وأمثالهما فماذا تتوقعون أن يكون لذا فإن الروايات تخبرنا من أن الخوارج الذين سيخرجون على إمام زماننا يخرجون من هذه المناطق من هذه المناطق التي أتحفها السيستاني برجاله العظماء بهؤلاء الحكماء من أمثال خالد الدراجي وعزيز رونق وهم كثيرون 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 عندنا نعمة وفيرة من الحمير نعمة وفيرة فإن الحمير ينتشرون في كل مكان في كل مكان لأن فيض المرجعية ينتشر في كل مكان في أجواء الواقع الشيعي مسخرة مسخرة بتمام معنى الكلمة واقعنا الشيعي وانتقلت بعد ذلك إلى ممثل المرجعية في كربلاء إنه أحمد الصافي بعض الأخوة يقول من أنه يمكن أن يكون كلام أحمد الصافي صحيحاً إذا ما أردنا أن نحسب المسافة الزمنية ما بين ظهور السفياني وظهور إمام زماننا فإن السفيانية سيظهر في شهر رجب في السنة التي تسبق سنة الظهور والإمام يكون ظهوره في شهر محرم في أول السنة التي ستأتي ستأتي بعد السنة التي يكون فيها السفياني قد ظهر المدة بحدود الستة أشهر فيمكن أن يكون كلام الرجل صحيحاً هذا الكلام يكون صحيحاً إذا كان يحسب الزمان بحسبه هو لكنه كان يتحدث بلسان الروايات ولسان الروايات يشكل ثقافة هذه الثقافة تكون منتظمة ضمن مصطلحات وضمن بديهيات مصطلحات وضمن قواعد في الثقافة المهدوية واضح جداً أن السفيانية واليمانية من علامات الظهور وواضح جداً من أن اليمانية والسفيانية سيكون سيكون ظهورهما في وقت واحد وواضح جداً من أن رجب العلامات مثلما تسميه الروايات الشريفة هو الشهر الذي سيظهر فيه السفياني واليماني والخراساني أما إمام زماننا فإنه سيخرج في السنة التي بعد السنة التي فيها رجب العلامات إذن فإن خروج إمام زماننا في سنة ثانية فأنا لا أتحدث هنا عن مدة زمانية نحسبها من يوم ظهور السفياني إلى يوم ظهور إمام زماننا هذا ما هو بلسان الروايات فأحمد الصافي كان يتحدث بلسان الروايات رجاء اعرضوا لنا الفيديو الروايات الشريفة ما تبطي كل التفاصيل اللي موجودة شخص اليماني المورود الروايات ما تبين جميع الخصائص اللي موجودة وأنما تبين أن اليماني والسفياني والإمام المهدي يظهرون في سنة واحدة بعض في يوم والروايات يبدو على أنه هو من أهل اليمني بعض يقول من أهل العراق لكن يبدو هو فعلا من أهل اليمني لا توجد روايات عندنا من أن اليمانية من أهل العراق على الإطلاق الروايات التي تحدثت عن اليماني هو من اليمن إنه يقبل من اليمن ويأتي من اليمن ولا توجد عندنا أي رواية تقول من أن اليمانية من العراق هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون كلاما من عندهم من جيوبهم الخاصة الواضح والواضح جدا فإن الرجل يتحدث بلسان الروايات ولسان الروايات واضح من أن السفيانية يظهر في سنة قبل سنة الظهور نحن هنا لا نحسب المدة الزمانية إذا أردنا أن نحسب المدة الزمانية فذلك حديث آخر لكن أحمد الصافي يتحدث بلسان الروايات وهذا الذي قاله يخالف البديهيات الواضحة في الثقافة المهدوية أنا أقول للسائل الذي سأل بإمكانك أن تحتج علي برواية من غيبة النعماني غيبة النعماني المتوفى سنة ثلاثمية وستين للهجرة وهذه الطبعة نفسها التي أقرأ منها دائما إنها طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الخامسة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث السادس والثلاثون بسنده بسند النعماني عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه السفياني والقائم في سنة واحدة بإمكانك أن تحتج علي بهذه الرواية لكن الرواية هذه رواية متشابئة هذه الرواية لا قيمة لمضمونها مضمون هذه الرواية نحن لا نرتب عليه أثراً لأنها رواية متشابهة نحن كيف نتعامل مع أحاديث أهل البيت إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة الثانية بعد الأربعمائة إنه الحديث التاسع والثلاث بسنده عن أبي حيون مولى الرضا عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هديت إلى صراط مستقيم ثم قال عليه السلام إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا هذا الحديث إذا كان يستند إلى هذه الرواية وأمثالها هذا حديث ضلال يكون الكلام أسوأ لكن الرجل يتحدث من جهل ومن ضعف ذاكرة ومن خلط في المعلومات وهذا هو حال أصحاب العمائم الطوسية إنهم مصادق للعنوان الذي أثبته أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة هذا القانون مهم جدا في التعامل في التعامل مع أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم إمامنا الرضا هكذا يقول إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا فهذه الرواية على سبيل المثال رواية متشابهة هكذا تقول الرواية السفياني والقائم في سنة واحدة هذا المضمون يتعارض مع المحكمات الواضحة من أحاديث العترة الطاهرة لا أريد أن أحشد لكم النصوص الكثيرة التي هي في غاية الإحكام وبسببها نحكم على هذه الرواية وأمثالها بأنها من الروايات المتشابهة التشابه في الروايات من أين يأتي من أين يأتي التشابه في الروايات هناك تشابه أصيل في الرواية وهناك تشابه عارض التشابه الأصيل يأتي من قبل المعصوم المعصوم هو الذي يحدث أصحابه بحديث متشابه تقولون لماذا لحكمة في بعض الأحيان نستطيع أن نشخص الحكمة وفي بعض الأحيان لا نستطيع أن نشخصها لأن القرائنة التي تعيننا على فهم ذلك لا تكون متوفرة لدينا فمثلاً هذه الرواية يمكن أن نفهم التشابه فيها إذا كان صادراً من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لأن التشابه الثاني يأتي من ضعف ذاكرة الرواة أو من خلطهم وخبطهم في نقل المعلومات أو من تصحيف النساخ فمثلاً تتغير بعض الألفاظ تسقط بعض الكلمات فتكون الرواية متشابهة هذا التشابه عرضي بسبب الرواة بسبب النساخ لكن إذا افترضنا أن التشابه من المعصوم لماذا يقول المعصوم هذا الكلام؟ من أن السفيانية والقائمة في سنة واحدة هناك مشكلة في الجو الشيعي هناك مشكلة في الجو الشيعي حالة غباء تهيمن على الشيعة في بعض الأحيان لسبب عاطفي أو لأنهم يريدون الخلاصة من الظلم الذي يحيط بهم فلا يمتلكون الصبر المناسب للواقع الذي هم عليه أو أنهم لا يتحلون بطول النفس وهذه القضية واضحة الشيعة يقولون للأئمة ويسألونهم يسألون إمام زمانهم في المقاطع المختلفة التي مرت في تاريخ الشيعة يسألون الإمامة هل أنت القائم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا أو أنهم يتكلمون فيما بينهم وبعد ذلك يصل الكلام إلى السلطات العباسية مثلا وهذا قد يؤدي إلى قتل الإمام أو إلى الفتك بالشيعة أو إلى تدمير البرنامج الذي يعمل عليه الإمام في وقته وزمانه فلأجل أن يسكت الشيعة ولأجل أن يبعدهم عن هذا الأمر ولأجل أن يصل الكلام إلى السلطات العباسية فإنه ينفي الأمر كاملا من جملة وسائل النافي أن الإمامة كي يقنع الشيعة لأجل إسكاتهم من أن السفيانية لا بد من وجوده وهذا موجود في الروايات وتصور الكثير من الشيعة من أن ظهور الإمام يتوقف على السفياني ما قيمة السفياني؟ ظهور الإمام برنامج الله السفياني علامة لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع لكنه في بعض الروايات هناك تأكيد وربط فيما بين ظهور الإمام وظهور السفياني هذا الكلام يأتي في سياق الأحاديث والروايات المتشابهة إنما يتكلم الأئمة بهذه الطريقة بطريقة الأحاديث المتشابهة لأجل أن يقنع الشيعة من أن السفيانية لا بد أن يكون حتى يسكتوا حتى يسكتوا وإلا فإن السفيانية علامة يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون في أقصى درجاتها هي علامة حتمية أما ظهور الإمام فهو من الميعاد وإن الله لا يخلف الميعاد هل علامات الحتمية خاضعة للبداء الأمور الحتمية يمكن أن تتغير الدعاء الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما قضاء أبرم إبراما إنه أكثر من المحتوم هذه من بديهيات ثقافتنا الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما القضاء الذي أبرم إبراما هو أعلى درجة من الأمور الحتمية المحتومة ومع ذلك فإن الدعاء يرده يغيره يبدله لأن الدعاء هو فرع من فروع قانون البداء من تطبيقات قانون البداء هذا موضوع واسع خارج عن بحثنا وتحدثت عنه في البرامج المختصة بهذا الموضوع فحينما يقول الإمام الباقر هنا السفياني والقائم في سنة واحدة يريد أن يسكت الأفواه إذا كانت الرواية قد صدرت عن إمامنا الباقر ربما وقع فيها التصحيف من قبل الرواة ومن قبل النساخ إذن عندنا روايات متشابهة والتشابه قد يكون أصيلاً من المعصوم لحكمة لغاية من الغايات وقد يكون التشابه بسبب التحريف والتصحيف الذين يطرآن على الروايات والأحاديث بسبب الرواة بسبب المحدثين بسبب النساخ بسبب الكتاب وهذا كثير هذا كثير وأعتقد أن الذين يعملون في هذه المجالات في مجالات التحقيق وجمع الأحاديث يواجهون الكثير من هذه المصادق فأحمد أصافي كان يتحدث بلسان الروايات وهو يجيب على الأسئلة فقال ما قال عن جهل عن عدم دراية ولذا فإنني علقت على كلامه قلت لأنت جابك على هذه الشغلة هذه الشغلة معقدة هذه الشغلة معقدة روح أكل وأصوص هذا هو الذي قلته أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه المطالب هذه المطالب تتفرع على مطالب ويتشعب من ذلك التفرع شعب وشعب نذهب إلى فاصل أذهب إلى مثال آخر وقد عرضت الفيديو عليكم في آخر الحلقة الماضية لكنني لم أجد وقتا للتعليق المفصل على الموضوع لأنه موضوع مهم هناك مشكلة عند هؤلاء الطوسيين عند هؤلاء السستانيين عندهم مشكلة مع اليماني يحاولون قدر الإمكان أن يبعدوا الصورة الجميلة والصورة الصحيحة لليماني اليماني عن أذهان الشيعة وأن يحولوه إلى شخصية عادية الروايات واضحة وصريحة جدا هذه مشكلة تقديس الطوسيين في تقديس المراجع ينتقسون من الأئمة يقدسون المراجع ينتقسون من الشخصيات التي مدحت بنحو خاص من قبل الأئمة أو يخففون من قيمة تلك الشخصيات ولكنهم يعظمون أهل المراجع الجهال الأوباش الأنذال الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة إنهم على منهج الطوسي إنهم أتباع سقيفة الضلال سقيفة بني طوسي رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أحمد سلمان عن اليماني وعن الموقف الشرعي من اليماني افترض أنا عرفت إنه هذا يماني يعني لو اليماني الحقيقي والمزيف طلع أو الخلساني الحقيقي هل يجب علي المبادرة لنصرته والدخول معه في هذه الحروب طبعا موجود في بعض الروايات فإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى افترض أنا عرفت هذا يماني حقيقي ورايته راية هدى فعلا هل يجب علي نصرته أم لا يجب هذا الشيء اليماني الحقيقي نقول له لا يجب ليش لا يجب ما هو دليلنا كلام الإمام عليه السلام شوف الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه الإمام أعادها ثلاث مرات فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه ما يقبلونه حتى يقوموا يعني ثورة ولا يدفعونها إلا لصاحبكم من صاحبكم؟ الإمام صاحب العاصر ما رأيكم في هذه الغايات؟ رأيات حق أو ظلال؟ رأيات حق شوف الإمام بعدها ماذا يقوم قتلاهم شهداء الإمام يشهد أن قتلاهم شهداء لكن شوف التتم أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب الأمر مع أنها راية حق ومع أن الراية تدفع لصاحب العاصر ومع أن قتلاهم شهداء إلا أنه الإمام يقول الأفضل إبقاء النفس لمن؟ لصاحب العاصر السماء زين هنا تسألني كيف نجمع بين هذه الرواية وبين رواية اليماني التي تقول فإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن غايته غاية هدى هدى كيف نجمع بين الأمرين نقول بدليل هذه الرواية طبعا في الأصول يناقشون صيغة الأمر تدل على الوجوب أو لا يقولون أن الأمر يدل على مطلق الطلب أما دلالته على الوجوب أو على الاستحباب هذا بماذا؟ بالقرائة إذا نجمع بين الروايتين الرواية رواية الإمام الباقر عليه السلام تنص على أن الإبقاء أفضل فتحمل رواية اليمان على الجواز لأنه عندنا روايات أخرى تمنع القيام مع أي راية كل راية ترفع قبل قيام القائم فهي راية ظلال وصاحبها يقول لك هذه الرواية هي في مقام الإباحة بعد الحظ تبيح شيئا بعد الحظ يعني القيام محظور إلى أن تظهر هذه الرايات راية السفياني وراية اليماني عندها القيام جائز يصبح لكن ليس واجبا الأفضل ما هو الإبقاء لصاحب العصر فإذا كانت نصرة هؤلاء ليست واجبة كيف بالذي يدعي إنها عقيدة ليجي يقول لك ترى الخراساني عقيدة واليماني عقيدة ويجب الاعتقاد مصحف وان الدليل نحن نعتقد فقط بإثنى عشر إمام أولهم أمير المؤمنين علي وآخرهم مهدي آل محمد هذا هو الهراء والخراء بتمام المعنى هكذا يضحك على الشيعة بعض المعلومات الصحيحة ويضحف إليها الكثير والكثير من الجهل والجهالة بالضبط مثل ما جاء في رواية التقليد فإمامنا الصادق يحدثنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة في زمان الغيبة التي نحن فيها من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة يتعلمون شيئا صحيحا من علوم أهل البيت ويضيفون إليه يضيفون إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها براء منها فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم هذا مصداق من المصادق قد لا يكون الرجل قاصدا أنه يكذب عليكم لكنه تعلم الأكاذيب من الحوزة الطوسية وحتى المراجع لا يكونون قاصدين أن يكذب عليكم في الأمور الدينية لكنهم تعلموا الأكاذيب من الذين قبلهم مشكلتهم أين؟ مشكلتهم إذا ما جاء أحد وأقام عليهم الحجج وعرفهم بأنهم جهال وبأن ما يسمى علما هو جهل وأكاذيب يعاندون هنا مشكلتهم مشكلتهم هنا وإلا هم يجهلون ولا يقصدون أن يكذب عليكم في كثير من الأحيان يكذبون عليكم في أمور الخلافات فيما بينهم يكذبون في صناعة الكرامات هذا الأمر هذا الأمر لا بد أن تعرفوه لا بد أن تعرفوه من أنهم في مجالسهم الخاصة هكذا يقولون يقولون نحن حافظنا على هذه الحوزة بنوعين من الكذب وهذا الكذب عبادة نحن نكذب لصالح المرجعية ونكذب على الذين يعادون المرجعية وهذا الأمر يجري منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا هذا الكلام يقال في مجالسهم الخاصة يعلمون أتباعهم بأن الكذب بهذه الطريقة هذه عبادة ويضحكون عليهم يقولون إن الحرب خدعة وما معنى هذا وهذا أين الخدعة في الحرب هنا إنها خدعة تخدع بها الشيعة فهل حربكم مع الشيعة هكذا يضحكون على أتباعهم يقولون لهم إن المكيدة في الحرب وإن الكذب في الحرب أمر ممدوح وإن الكذب في الحرب يعد عند الله صدقا فنحن حافظنا على المرجعية وعلى هذه الحوزة بنوعين من الكذب بكذب لصالح المرجعية صناعة الكرامات صناعة المناقب التمجيد الكاذب وبالكذب على الذين يخالفون المرجعية باتهامهم بشتى أنواع الاتهامات بالافتراءة الكثيرة عليهم هذا هو البرنامج الدفاعي عند مراجع الشيعة في الحوزة الطوسية النجسة القذرة هم يسمعون هنا ويعرفون جيدا من أن أسرارهم هذه تفتضح على هذه الشاشة هذه أسرارهم أسرار عملهم والذين يعرفون ما يجري في الكواليس يتفقونه معه لأن المعلومات هذه حقيقة حقيقة أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع لكن أحمد سلمان جاء بقليل من المعلومات الصحيحة وأضاف إليها الكثير والكثير من الهراء والخراء الأصولي الرواية التي جاء بها رواية المشرقيين جاء بالنسخة المحرفة فهو لا يعرف أن الرواية هذه قد حرفت لم يأتي بالنسخة الصحيحة جاء بالنسخة المحرفة بالنسخة المصحفة أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي هذه نسخة محرفة النسخة الأصل لا استبقيت نفسي وفارق كبير في المعنى لكن أحمد سلمان أنا له بمعرفة فقه اللغة وأسرار علم الصرف عندنا بقاء وعندنا إبقاء وعندنا استبقاء وفارق بين هذه المعاني هناك بقاء وهناك إبقاء وهناك استبقاء وفارق بين هذه المعاني بالضبط مثل ما عندنا خروج وإخراج واستخراج نتاج وإنتاج واستنتاج هناك فارق هناك فارق كبير بين هذه المعاني هو قرأ عليكم الرواية المحرفة أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي الرواية الصحيحة لستبقيت نفسي وفارق كبير في المعنى قام بعملية مقارنة بين هذه الرواية التي تتحدث عن الخراسانيين مع الرواية الواضحة التي جاءت تذكر اليماني والخراساني لكنها أمرت بطاعة اليماني وما أمرت بطاعة الخراساني هذه الرواية تتحدث عن الخراسانيين فكيف تكون المقارنة بين رواية تتحدث عن الخراسانيين وبين رواية تتحدث عن اليماني هذا جهل وجهل فاضح وقلة عقل لكن الذي تنتجه الحوزة الطوسية هو هذا تنتج الهراء والخراء هذا هو الذي تنتجه الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية الكربلائية السيستانية القذرة ثم أقحم شيئا من علم الأصول وهذا يفعله المعممون لأن الجلاسة لا يفقهون شيئا من هذا الذي يقوله المعممون بلغة الطلاسم هذه التي ترتبط بما يسمى بعلم أصول الفقه هذا الهراء كله مشحون بالأخطاء والاشتباهات والخبط والخلط ومقام على جهل مطبق بأحاديث العترة الطاهرة هذا الحديث كشكول لكن المعممين لو استمعوا إليه فإنهم سيؤيدونه وسيرشدون الشيعة لو سألوا عن طاعة اليماني إلى مثل هذا الهراء هذا هو المنطق الطوسي الذي هو منطق شافعي شافعي بامتياز هكذا تستنبط العقائد وهكذا تستنبط الثقافة وهكذا تستنبط الأحكام مع أن أحمد سلمان لم يطبق المنهجة الطوسية بنحو صحيح لكنها خلطة وخبطة ما بين جهل وتفاهة وقلة علم وخبط ما بين ما هو حقيقي وما هو مزيف أنتم استمعتم إلى ما تحدث به هذا المتحدث الطوسي السستاني الجاهل الضال المضل وسأحدثكم بحديث العترة الطاهرة بعيداً عن القذارات الطوسية والسستانية والحوزوية النجفية الكربلائية ولكن بعد الفاصل سأبدأ معكم من تقسيم الزمان زمن الحضور زمن الحضور وزمن الحضور إنني أتحدث عن الحضور المعصومي عن حضور أئمتنا صلوات الله عليهم ابتداءاً من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قائم آل محمد إنني أتحدث عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة ومن بعد فاطمة الأئمة من ولدها من المجتبى إلى قائمهم صلوات الله عليهم زمن الحضور وزمن الحضور يبدأ من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وينتهي باستشهاد إمامنا الحسن العسكري إمامنا الحسن العسكري استشهد في الثامن من شهر ربيع الأول في السنة الستين بعد المائتين من الهجرة فمن بداية البحثة إلى هذا التاريخ إلى الثامن من ربيع الأول من السنة الستين بعد المائتين من الهجرة في زمن الحضور الأمر بخصوص القيام بوجه الظالمين أو السعي لإنشاء الدول الأمر نأخذه من المعصوم بنحو مباشر فلا مشكلة عندنا في زمن الحضور ولذا فإن بعض الموارد أيدها الأئمة المعصومون وهناك الكثير من الموارد أتحدث عن الذين رفعوا السيف في وجوه الظالمين في زمن الحضور هناك الكثير من الحالات رفضها أئمتنا وهناك حالات الأئمة أجازوا لبعض شيعتهم أن يكونوا جزءا من ذلك النشاط ومنعوا الكثير من شيعتهم أن يلتحقوا بتلك الثورات أو بتلك الأنشطة هذا موضوع مفصل لا مشكلة عندنا الإمام المعصوم موجود ويأخذ الأمر منه بنحو المباشر فأنا لا أناقش الموضوع في زمن الحضور الإمام موجود فمن يوم البعثة إلى الثامن من ربيع الأول من السنة الستين بعد المئتين من الهجرة هذا هو زمان الحضور المعصوم حاضر فليس عندنا من مشكلة فإننا نأخذ الأمر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما وصلنا إلى زمان الغيبة الأولى والتي تنتهي في شعبان سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين للهجرة بدأت منذ استشهاد إمامنا الحسن العسكري وانتهت في شعبان سنة ثلاثمية و تسعة وعشرين للهجرة الغيبة الأولى لا مشكلة عندنا لأن التقية كانت شديدة ولأننا نستطيع أن نتواصل مع الإمام عبر السفراء فالأمر أيضا راجع إلى الإمام بنحو غير مباشر عبر السفراء السفراء ليس لهم من قول في هذا القول قول الإمام السفراء هم نقلة ينقلون لنا كلام الإمام تارة ينقلونه لنا شفهيا وتارة ينقلونه لنا كتبيا إذن إلى شعبان سنة ثلاثمية و تسعة وعشرين للهجرة ما عندنا من مشكلة في زمن الحضور الإمام المعصوم موجود هو الذي يشخص تكليفنا هل نتحرك أم أننا نكون أحلاسا في بيوتنا وكذا الأمر في الغيبة الأولى بإمكاننا أن نأخذ الأمر من إمام زماننا عبر السفراء المشكلة تبدأ معنا منذ بداية الغيبة الثانية التي نعرفها بالغيبة الكبرى المشكلة هنا الحديث هنا ما هو الموقف في زمان الغيبة الكبرى لا بد أن نعرف أن زمان الغيبة الكبرى يقسم إلى زمنين القسم الأول من بدايتها إلى ظهور السفياني هذه مرحلة لها أحكامها والقسم الثاني من ظهور السفياني إلى زمن الظهور إلى يوم الظهور الشريف هذه الحقائق فقهاء النجف مراجع النجف لا يفقهونها ولا يبنون استنباطهم على هذه الحقائق إنهم يستنبطون أحكامهم بحسب منهجية الشافعي وبحسب قذارات ما يسمى بعلم الرجال وعلم أصول الفقه فقه العترة شيء آخر شيء آخر هذا هو الذي أحدثكم به فزمان الغيبة يقسم إلى زمانين من أولها إلى زمن ظهور السفياني ومن زمن ظهور السفياني إلى يوم الظهور الشريف الحكم يختلف في هذين المقطعين ولذا فإن أحمد السلمان لا يفقه هذا المعنى خلط وخبط وإنما خلط وخبط لأنه تعلم من مراجعه وأساتذته تعلم الخلط والخابط وهذا هو منهج الحوزة الطوسية القذرة التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة نأخذ المقطع الأول من الغيبة الكبرى من بدايتها إلى زمان ظهور السفياني لا يستطيع أحد أن يوجب القيامة في هذه المرحلة ولا يستطيع أحد أيضاً أن يمنع القيامة أو أن يحرمه إلا الجهال إلا الجهال وحينما أتحدث عن الجهال إنني لا أتحدث عن عوام الشيعة أتحدث عن أساتذة المراجع أتحدث عن أكبر مراجع الشيعة فأنا لا أتحدث هنا في هذا البرنامج عن عوام الشيعة عوام الشيعة لا دخل لهم في هذه المطالب أنني أتحدث عن كبار المراجع عن كبار حمير الحوزة الطوسية عن هؤلاء أتحدث في هذا المقطع الزماني من بداية الغيبة الكبرى إلى زمان ظهور السفياني لا يستطيع أحد أن يقول بأن القيامة والنهوض في وجه الظالمين واجب في جميع الأحوال ولا يستطيع أحد أن يحرم ذلك هناك مجموعة من القواعد والقوانين هناك مجموعة من المعطيات التي لا بد أن نسلط الضوء عليها المقام ليس مقاما للتطويل لكنني سأعرض المطلب بين أيديكم حتى لو طالت بناء الحلقة هذا مطلب مهم وكثيرون يسألون عنه فيسمعون أجوبة كجواب أحمد سلمان وأمثاله إنه جواب الهراء والخراء الحوزوي أقرأ عليكم من مقدمة الصحيفة السجادية إنها أشد رواية في ذم الذين يرفعون السلاحة في مواجهة الظالمين زمان الغيب لا شأن لنا بزمن الحضور الإمام موجود وهو الذي يشخص الأمر ولا شأن لنا بزمان الغيبة الأولى الإمام موجود وأمره يصلنا عبر السفراء وصلنا إلى زمان الغيبة الكبرى من ظهور السفياني إلى ظهور الإمام هناك شأن آخر يأتي بيانه مشكلتنا هنا من بداية الغيبة إلى ظهور السفياني هذه الرواية شديدة جدة في مقدمة الصحيفة السجادية الصحيفة السجادية الكاملة كتاب دعاء نظمه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه بخط يده الموضوع له تفصيل هذه الرواية مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من الصحيفة السجادية الجامعة إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة وضعوا مقدمة الصحيفة في آخرها إذا كانت عندكم الصحيفة السجادية الكاملة بحسب الطبعات المعروفة في مقدمة الصحيفة في مقدمة الصحيفة الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه هكذا يقول ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ما خرج يعني كان معارضا بالسلاح المعارضة بالسلاح المعارضة العسكرية فهذا المصطلح مصطلح الخروج في زمان أئمتنا يراد منه المعارضة معارضة السلطة ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت من جهتنا من الذين يحسبون علينا إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقاً إلا اصطلمته البلية وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا وفي مكروه شيعتنا الرواية واضحة جداً واضحة جداً إذا لم يكن عندنا إلا هذه الرواية حينئذ نقول من أن القيامة والنهوضة والعمل المسلحة في مواجهة الظالمين يكون محرماً في هذه الفترة من بداية الغيبة الكبرى إلى ظهور السفياني لكن الأمر ليس كذلك بالضبط هناك رواية تضادها في نفس المعاني ليس هذا بتناقض وإنما الكلام كل رواية تتحدث عن ظروف معينة وتتحدث عن أشخاص معينين بحسب الملابسات وبحسب الرايات وبحسب الأشخاص هذا هو الجزء الثالث من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي المتوفى سنة خمسمائة وثمانية وتسعين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة التاسعة بعد الستمائة ابن إدريس نقل الرواية من كتاب من كتبنا القديمة من كتاب السياري أبو عبد الله السياري يحدثنا عن رجل من أصحابنا قال ذكر بين يدي أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه من خرج من آل محمد من كان معارضا معارضة مسلحة من خرج من آل محمد فقال الصادق صلوات الله عليه دقيق النظر في كلمات إمامنا الصادق لا أزال أنا وشيعتي بخير ماذا قالت الرواية في مقدمة الصحيفة السجادية وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا الإمام هنا يقول لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد ولودت أن الخارجية من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله الجاهل قد يرى تناقضا وتضاربا في الأحاديث الرواية الأولى تحدثت عن ظروف موضوعية معينة لا تكون المعارضة المسلحة مناسبة ولا يكون العمل بهذا الأسلوب سليما والرواية الأخرى تحدثت عن ظروف موضوعية أخرى والكلام أيضا عن القادة من هم القادة من هم القادة إلى ماذا يدعون هل يدعون إلى أنفسهم أم أنهم يدعون إلى محمد وآل محمد اليماني هل يدعو لنفسه ستأتينا الروايات إنه يدعو لصاحبكم لا يدعو لنفسه وإن كان اليماني لا يرتبط الحديث به في هذه الفترة لأن اليمانية يظهر في نفس الزمن الذي يظهر فيه السفياني وتلك مرحلة أخرى من ظهور السفياني إلى ظهور إمام زماننا الأحكام ستختلف تلاحظون كيف خبط وخلط أحمد سلمان المشكلة ليست من عنده المشكلة من منهج الحوزة كلهم يتكلمون بالطريقة التي تكلم بها أحمد سلمان أحمد سلمان ليس هو الذي أسس المنهج إنما هو يتبع المنهج والآخرون كذلك الآخرون كذلك المشكلة ليست من قبلهم دائما أقول المشكلة ليست من الأشخاص المشكلة من المنهج ولكن الأشخاص يصبحون مشكلة بعد أن يرتبطوا بالمنهج بعد أن يتبعوا المنهج نقرأ الأحاديث نقرأ الأحاديث على سبيل المثال هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة الثالثة والثلاثين بعد المائتين إنه الحديث الثاني والخمسون بعد الأربع مائة عان أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل لأنه يدعو إلى نفسه إنما يصبح طاغوتاً لأنه يدعو إلى نفسه الطاغوت هو الذي يريد من الناس أن يعبدوه الطاغوت هو الذي يريد من الناس أن يطيعوه في معصية الله هذا هو الطاغوت الطاغوت الجهة المعاندة لله الطاغوت الطاغوت في عقيدتنا الشيعية الجهة المعاندة لأئمتنا كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله عز وجل هذه الرواية وأمثالها تأتي في هذا السياق في سياق الرواية التي قرأتها من مقدمة الصحيفة السجادية هناك ظروف معينة هناك أشخاص معينون هناك رايات برامج أهداف هذه هي التي تذم الذم ليس على الإطلاق لذا هناك رايات مدحت في هذا المقطع الزماني الذي يبدأ من بداية الغيبة الكبرى وينتهي عند ظهور السفياني كل راية تُرفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت إنه يدعو إلى نفسه يُريد من الناس أن يطيعوه في معصية الله يُريد من الناس أن يجعلوه إماما في مواجهة الإمام المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم الطواغيط كل راية تُرفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله عز وجل حديث آخر من المصدر نفسه صفحة 211 رقم الحديث 382 بسنده بسند الكليني عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه والله الإمام يُقسم إنه لا يُقسم كي نصدقه هذا الكلام ليس منطقيا إنه يُقسم لتأكيد المعنى فنحن لا نحتاج من إمامنا أن يُقسم كي نصدقه وإنما يُقسم الإمام ليؤكد المعنى لنا ليُبين لنا أهمية المعنى وَاللَّهِ لَا يَخْرُجُ وَاحِدٌ مِنَّا من جهتنا من جهة العترة الطاهرة ممن يقول إنني محسوب عليهم وَاللَّهِ لَا يَخْرُجُ وَاحِدٌ مِنَّا قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ إِلَّا كَانَ مَثَلُهُ إِلَّا كَانَ مَثَلُهُ مَثَلَ فَرْخٍ طَارَ مِنْ وَكْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِي جَنَاحًا فَلَا يَسْتَطِيعُ الطَّيَرَانِ فَأَخَذَهُ الصِّبْيَانُ فَعَبَثُوا بِهِ وهذه حقيقة الأحزاب الشيعية التي أنا شخصيا كنت جزءا منها في العراق نحن كنا نرى حقيقة العبادة أن نكون في التنظيمات الإسلامية في مواجهة البعثيين لكن النتيجة التي وصلت إليها بعد التجربة بعد التجربة وبعد المعاناة هذا الذي جاء مذكورا في هذا الحديث ينطبق على الأحزاب الشيعية وعلى التنظيمات الإسلامية تريدون أن تعرفوا النتائج النتائج عندكم في المنطقة الخضراء النتائج عندكم في النجف وكربلاء النتائج في مستشفياتكم وفي مدارسكم وفي شوارعكم أخاطب الشيعة الشيعة العراق النتائج عندكم بين أيديكم النتائج في المنطقة الخضراء والله لا يخرج واحد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحا فأخذه الصبيان فعبثوا به هذه الأحزاب عبثت بنا وهي أساسا منظمات عبثية عبث بها العابثون على اختلاف أنحائهم وأجناسهم وأشكالهم فكانت القضية عبثا في عبث في عبث هذه الروايات ناظرة لا إلى جميع الحالات وإنما إلى ظروف معينة إلى أفكار معينة عواقبها هي هذه وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا الجانب الممدوح لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد ولو وددت أن الخارجية من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله مثال واضح ما جاء في ذكر المشرقي هذه غيبة النعماني الكتاب الكتاب الذي أشرت إليه قبل قلي في الصفحة الحادية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخمسون بسنده عن أبي خالد الكابلي عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر بغض النظري بغض النظري عن المشرقيين منهم هذه الرواية مدحت هؤلاء الخارجي بغض النظري هل هم الإيرانيون هل هم غيرهم نحن نتحدث عن بيان حكم هنا بغض النظر عن المصادق وإني وإن كنت أعتقد أنها في الثورة الإيرانية الخمينية لأنني بحثت في هذا الموضوع كثيرا لكنني أريد أن أضع هذا جانبا هذا استنتاج ليس مهما نحن نتحدث في بيان حكم يرتبط باليماني فهذه الرواية صريحة وواضحة وقوية جدا في مدحي مجموعة خارجة وقد حملت السلاح الرواية هكذا تقول فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم وبعد ذلك تقول الرواية قتلاهم شهداء أي أنهم يحملون السلاح ويشتركون في الحروب مثل ما قلت لكم مثل ما قلت لكم تذكروا تذكروا من البعثة إلى الثامن من ربيع الأول من السنة الستين بعد المائتين من الهجرة هذا هو عصر الحضور الأمر يؤخذ من الإمام المعصوم الحاضر بنحو المباشر ما عندنا من مشكلة بدأنا من الثامن من ربيع الأول من السنة الستين بعد المائتين إلى منتصف شعبان من السنة التاسعة والعشرين بعد الثلاثمائة حيث انتهت الغيبة الأولى الغيبة الأولى ما عندنا من مشكلة الإمام موجود نستطيع أن نتواصل معه عبر السفراء ما عندنا من مشكلة مع أن الواقع كان الزمان زمان تقية شديدة لا مجال للمعارضة المسلحة بنحو واضح مشكلتنا تبدأ منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى زمان ظهور السفياني إذا ظهر السفياني فليس هناك من مشكلة لأن الأئمة بيّنوا لنا تكليفنا بعبارات صريحة واضحة لا مجال للشك فيها فمرحلة ما قبل الظهور ما بين ظهور السفياني إلى يوم الظهور التكليف واضح كوضوع الشمس وسأقرأ عليكم النصوص الواضحة النصوص البينة المشكلة عندنا في هذه الفترة ما بين بداية الغيبة الكبرى وظهور السفياني الروايات هذه التي بين أيدينا إذا ما جمعناها وهي كثيرة أنا لا أستطيع أن أجمعها لكم في هذه العجالة وفي هذا الوقت الوجيزي وفي هذا البرنامج المختصر إذا جمعناها فإنها تمثل مجموعتين مجموعة تشدد النكيرة وترفض رفضا قاطعا أن نكون معارضة مسلحة ومجموعة أخرى تجيز بل قد يظهر فيها الحث الواضح الشديد وتمدح وتقول ما تقول ليس هناك من تناقض الذي يرى أن الأمر متناقض لا خبرة له بمعارض كلامهم صلوات الله عليه ليس هناك من تناقض أبدا ولا في أي مستوى من المستويات وإنما الروايات المانعة تتحدث عن ظروف معينة عن اتجاهات معينة عن أشخاص معينين عن قيادات عن رايات والمجموعة المادحة تتحدث عن شيء آخر إذن هناك مدح وهناك ذم وفقا للحكمة يتشخص هذا الموضوع ما هي مواصفات الذين يكونون في الجهة الممدوحة وما هي مواصفات الذين يكونون في الجهة المذمومة هذا موضوع خارج عن البحث في هذه الحلقة لأنني إذا ما فتحت هذا الموضوع سأدخل في برنامج طويل سأحتاج إلى العديد من الحلقات والولوج فيه لا علاقة له بحديث عن طاعة اليمان ونصرة اليمان هذه الموضوعات تحدثت عنها كثيراً يمكنكم أن تعودوا إلى برامج كي تجدوا التفاصيل الكثيرة المنتشرة هنا وهناك في موسوعة البرامج الكبيرة جداً والتي يبث ما يبث منها عبر هذه الشاشة وتتوفر على الشبكة العنكبوتية نذهب إلى فاصل الرواية التي قرأها من ورقة مكتوبة أحمد سلمان يبدو أن ناقلها قد نقلها من بحار الأنوار وليس من المصدر الأصل هل هو نقلها بنفسه أحمد سلمان أم نقلها شخص آخر وأعطاها إياه ليس مهماً الرواية يبدو لي أنها منقولة من بحار الأنوار أو من مصدر نقل عن بحار الأنوار هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والأربعين بعد المائتين إنه الحديث مية وستطعش نقله عن غيبة النعماني المجلسي في البحار نقله عن غيبة النعماني يعني أن المصدر الأصل لهذه الرواية غيبة النعماني نقل الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي مثل ما قرأها أحمد سلمان ويقرأها كثيرون كذلك لأنهم ينقلون الرواية عن البحار أو عن بعض المصادر التي نقلت عن البحار أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر وبالمناسبة فإن المجلس يعلق على هذه الرواية بيان لا يبعد أن يكون هذا الحديث حديث المشرقيين لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفوية شيدها الله تعالى ووصلها بدولة القائم والمجلس من شخصيات الدولة الصفوية إذا تقرأون في مقدمة كتابه حينما يذكرون في مقدمة الكتاب يقولون شيخ الإسلام شيخ الإسلام هذه وظيفة حكومية بمثابة المستشار الشرعي الأول بمثابة رئيس الوزراء في زماننا فالمجلس كان بمثابة رئيس الوزراء في الدولة الصفوية أيام حياته فحينما وصل إلى هذا الحديث ونقله من غيبة النعماني هكذا جاء التعليق لا يبعد أن يكون الحديث إشارة إلى الدولة الصفوية شيدها الله تعالى ووصلها بدولة القائم وقبل قليل قلت لكم أنا هنا لا شأن لي بالمضمون الذي يترتب عليه أن نشخص من هم المشرقيون إنما أتحدث عن جهة مدحت في الروايات وإلا فهذا المجلسي شخصها في الدولة الصفوية والحديث لا ينطبق على الدولة الصفوية فهذه الأحداث إذا أردنا أن نطبقها على تأريخ الدولة الصفوية لا يوجد شيء منها هذا الأمر الذي جاء مذكورا في الرواية كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه هذا الترتيب والتفصيل لا يوجد له لا من عين ولها من أثر في تأريخ نشوء الدولة الصفوية تأريخها معروف وكتب التأريخ موجودة على أي حال نحن لا نريد أن نناقش هذا الموضوع إذن الرواية المصحفة هذا مصدرها بحار الأنوار للمجلس بحسب النسخة المطبوعة وهذه الطبعة في أصلها هي طبعة المكتبة الإسلامية في طهران بعد ذلك أعيد طبعها على الطبعة نفسها في بيروت إذا رجعنا إلى المصدر نفسه هذه غيبة النعماني إنها طبعة أنوار الهدى أطبعة الأولى قموا المقدسة أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت وليس لأبقيت لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هناك طبعة ثانية من غيبة النعماني إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة التاسعة والسبعين بعد المائتين أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر استبقيت وحتى النسخ الأخرى لغيبة النعماني فإنها تشتمل على هذا التعبير لستبقيت نفسي أبقيت نفسي هذه النسخة محرفة مصحفة حيث جاءت الرواية هكذا في بحار الأنوار عوالم العلوم وهذا مستدرك على بحار الأنوار لمؤلفه عبد الله البحراني الذي هو في الحقيقة المجلس مؤلف بحار الأنوار لأن المجلس كان مشغولا بشؤون سياسة والرئاسة وأوكل أمر تصنيف بحار الأنوار إلى عبد الله البحراني أولا ولذا بعد أن أكمل المجلس موسوعة بحار الأنوار تفرغ عبد الله البحراني كي يجمع موسوعة جديدة تكون مستدركا على بحار الأنوار هذا هو الجزء الثالث من عوالم العلوم ومستدركاتها الجزء الثالث من عوالم الإمام المهدي إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة إذا ذهبنا إلى الرواية التي نحن نتحدث بصددها تبدأ الرواية في الصفحة الخامسة والتسعين بعد الثلاثمائة في الصفحة التي بعدها أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر ومن الكتب المعاصرة هذا معجم أحاديث الإمام المهدي إنه الجزء الرابع هذا المعجم من إنتاج مؤسسة المعارف الإسلامية قموا المقدسة إذا ما ذهبت بكم إلى الصفحة السابعة بعد الأربعمائة إنه الحديث التاسع والتسعون بعد السبعمائة هو هو حديث غيبة النعماني أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر استبقيت إذن النسخة الصحيحة من الرواية لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر فارق كبير كما قلت لكم بين البقاء والإبقاء والاستبقاء خروج إخراج استخراج الخروج يخرج الشيء من عند نفسه بسهولة من دون عناء لا توجد مشكلة في خروجه الإخراج هو خروج ولكن بإضافة هناك نشاط يضاف لعملية الخروج كي يكون إخراجا الاستخراج هو خروج وإخراج مع إضافة أخرى والقاعدة معروفة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني حينما تزداد الحروف في الكلمة فإن المعنى سيزداد المباني الحروف زيادة المباني تدل على زيادة المعاني فهناك خروج يضاف عليه شيء فيكون إخراجا وهناك خروج مع إخراج يضاف على كل ذلك شيء آخر فيقال استخراج والأمر هو هو مع نتاج وإنتاج واستنتاج فهناك بقاء وإبقاء واستبقاء البقاء فإن الشيء يستمر وجوده على رسله من دون إضافات الإبقاء لابد من إضافة على البقاء والاستبقاء لابد من إضافة أخرى إذن المعنى يكون مختلفا جدا لكن القوم يعانون من مشكلة في دراسة العربية لا أتحدث عن المتحدث وإنما هذه ظاهرة في الحوزة الطوسية الطوسي نفسه في كتبه يعاني من هذه المشكلة خصوصا في تفسيره التبيان حيث يمدحونه كثيرا في عربيته إنما يمدحونه كثيرا في عربيته لجهلهم بالعربية وأسرارها العربية وأسرارها أساس المعارف الدينية من دونها لا نستطيع أن نصل إلى المضامين وإلى المفاهيم وإلى المعاني الصحيحة الواضحة فعلم الصرف مثلا لا يعبؤون به وهو علم مهم هذا التفريق بين البقاء والإبقاء والاستبقاء مرده إلى علم الصرف وإلى علم مضيع كان قديما موجودا فقه اللغة حادثة جميلة يمكن أن يفهم مقصودي من خلالها أبو علي الفارسي من علماء النحو من العلماء المعروفين المشهورين في الزمن العباسي وكذلك أبو الفتح عثمان ابن جني من علماء الموصل التقى أبو علي الفارسي بابن جني هذا أبو أبو علي الفارسي كان متقدما في السن وابن جني كان شابا في عنفوان شبابه لكنه كان معروفا من علماء النحو في وقته فالتقى أبو علي الفارسي مع ابن جني هذا في الموصل ودخل في مناقشة في حوار فماذا قال أبو علي الفارسي لابن جني قال يا ابن جني لقد تزببت قبل أن تتحصر ففهم المقصود من أنه لم يكن ضليعا في علم الصرف لأن الزبيبة الجيدة هو الذي يتكون من الحصر أما الزبيب الذي يتكون من العنب سيكون زبيبا سيئا وسيصبح فاسدا بعد مدة قليلة متعفنا الزبيب الجيد والذي يبقى على حاله لمدة طويلة على جودته هو الزبيب الناشئ من الحصرم والحصرم هو العنب الحامض الحامض جدا الذي لا يأكله الناس يبقى على أشجار العنب حتى يتحول إلى زبيب فقال له يا ابن جني لقد تزببت قبل أن تتحصرم درست النحو قبل أن تدرس الصرف علوم العربية تمثل بناء متكاملا إن كان الكلام عن اللغة عن فقه اللغة عن الصرف عن النحو وعن أسرار الأدب والبلاغة والفصاحة هؤلاء يجهلون كل هذا أفشل دراسة للعربية في العالم العربي والإسلامي في حوزة النجف منهج فاشل بالكامل ولذا أنتم اطلعتم وبالوثائق أساتذة المراجع لا يميزون بين كلامهم بين الكلام البشري وبين كلام الله ولذا ينسجون آيات من عند أنفسهم أو أنهم يقرؤون آيات لا وجود لها في الكتاب الكريم وهي خاطئة بالكامل لغة ومضمونا وبلاغة وفصاحة المتحدثون الذين يتحدثون يخطئون في كل كلامهم الخطأ وارد في كلامي وكلامي غيري لكنه يكون بنسبة محدودة لا أن يكون الخطأ مع كل كلامهم من أوله إلى آخره بيانات المراجع وأعتقد من الأمثلة الواضحة ما عرضته من بيان مفصل للسيستاني البيان منشور على موقعه الرسمي وقد عرضته على هذه الشاشة وكشفت عن أخطائه وعن عيوبه على جميع المستويات على المستوى النحوي على المستوى اللغوي على المستوى الأدبي على سائر المستويات الأخرى وهذه حقائق هذه أمور حسية تستطيعون أن تكتشفوها بأنفسكم هذه ما هي افتراءات البيان موجود على الموقع الألكتروني الرسمي للسيستاني والحلقات التي تحدثت فيها موجودة أيضا على مواقعنا الألكترونية يمكنكم أن تكتشفوا الحقيقة بأنفسكم نذهب إلى فاصل إذن عندنا في اللغة بقاء وإبقاء واستبقاء لو كانت الرواية هكذا أما أني لو أدركت ذلك لبقيت لصاحب الأمر لبقيت إلى زماني صاحب الأمر لبقيت إنني أعيش حياتي بالأسلوب الاعتيادي سأبقى في بيتي في مدينتي ليس هناك من شيء جديد كما يقولون لا جديد تحت الشمس أما أني أما أني لو أدركت ذلك لبقيت إلى زماني صاحب الأمر لبقيت أعيش كما يعيش الآخرون وقد أدرك زمانه وقد لا أدرك زمانه إنني أنام في كل ليلة مثل ما نمت في كل الليالي أسابقة من حياتي وأستيقظ كذلك وأأكل وأشرب أعيش حياتي بطريقة اعتيادية من دون أي تغيير قد أدرك زمانه وقد لا أدرك زمانه أما أني لو أدركت ذلك لا بقيت إلى زماني صاحب الأمر إذا قلنا لأبقيت نفسي مثل ما قرأها أحمد سلمان ومثل ما هي في بحار الأنوار إنها النسخة المصحفة أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لأبقيت نفسي هنا عناية إنني أمارس الرياضة للمحافظة على صحتي أتابع أوضاعي الصحية دائما أقوم بالفحص السنوي أتناول الأطعمة الصحية لا أحاول أن أصطدم بأحد أمارس لو أمارس ومع سيلا لأشخصة من الأمور التي أحافظ فيها على نفسي إنها محافظة شخصية أما أني لو أدركت ذلك لبقيت إلى زماني صاحب الأمر إذا كنت قادرا على ذلك لبقيت أبقى أعيش معيشة اعتيادية مثل ما كنت أعيش ليس هناك من إضافة جديدة لأبقيت نفسي هناك إضافات إنني أدركت أن الزمان قريب من ظهوره فعلي أن أحافظ على نفسي بقدر ما أستطيع إنها محافظة شخصية لأبقيت نفسي حينما أقول أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لستبقيت نفسي هناك إضافة جديدة ما هي هذه الإضافة الجديدة الاستبقاء لإمام زماننا أننا نمحد له أننا نعمل له بقدر ما نستطيع ونحاول أن نصل إلى أيامه إن استطعنا ولكننا سنعمل ونعمل ونعمل هكذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة ثلاثمئة وثلاثطعش إنه الحديث الخامس والعشرون بعد المائتين عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه إمامنا العسكري يحدثنا يحدثنا عن أبيه لولا لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه هذا هو الاستبقاء لولا لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء هذه الإضافات على البقاء من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله لا بحجج علم الكلام بحجج الله بقرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم هذه حجج الله وليست في علم الكلام الناصبي ولا في التصوف ولا في الفلسفة ولا في العرفان البعيد عن ثقافة العترة الطاهرة إنه تصوف ناصبي لكنه يغلف بغلاف شيعي ليس حقيقيا فيقال له العرفان لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليسه ومردته ومن فخاخ النواصب عن أي نواصب يتحدث إمامنا الهادي الهادي عن الوهابيين الوهابيون مكشفون لدينا إن الإمام الهادي يتحدث عن هؤلاء النواصب الذين حدثنا عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التخليد ومنهم من مراجع الشيعة وهم الأعم الأغلب ومنهم قوم نصاب في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين بعد أن قال الإمام الصادق فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هؤلاء الممدحون قليلون الجميع الأكثرية أينهم ومنهم قوم نصاب في الرواية نفسها لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم من أتباعهم ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ضعفاء الشيعة ما هم ضعفاء الأبدان ولا هم الضعفاء من الجهة المالية إنهم ضعفاء العقول لأن عقولهم قد طمرت تحت الخراء المرجعي الطوسي الذي تكلس عبر القرون فضاعت ضاعت ضاعت عقول الشيعة رجاء ذكروهم ذكروهم بالوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسماء راحت قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إليها قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأحلام قبل خمسة قال لي مستعجب مش دار قلنا تركب يعني خلاقا أبا ميشيني كما كنتم خلاقا أبا ميشيني كتبه لأفكار حالة الفضل فقوش ديخ عربي فقوش والنص عباردة كنا على ثفة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نار وغاية ديخ وشي لا معلم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تتمة أوصاف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة يقول وهؤلاء علماء السوء الناصبون الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون هم في حقيقتهم ما هم بموالين لنا يشبهون على الشيعة وهذا التشبيه من خلال المنهج الطوسي القذر وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ماذا يفعلون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا ضعفاء العقول حتى لو كانوا من أساتذة الجامعة قد يكونون أذكياء في الدراسة لكنهم في الدين أغبياء تلك وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار لقد وصى أبا ذار أن يرى الناس بهذه الصورة أن يرى الناس حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم وهذا هو واقع الناس هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار هكذا وصاه أن ينظر إلى الناس بهذا المنظار من أنهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب تستمر الرواية تستمر الرواية هؤلاء هم النواصب هم النواصب الذين يتحدث عنهم إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب من فخاخ مراجع حوزة النجف وكربلة إنهم يضحكون عليكم يضحكون عليكم ويخدعونكم من هو الناصب الذي عرفه لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنني أقرأ عليكم من كتاب صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة الحديث السابع عشر بسنده بسند الصدوق عن المعلى ابن خنيس قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد الوهابيون عندهم حب أهل البيت واجب هذا مثبت في كتب محمد بن عبد الوهاب المذاهب السنية بأجمعها تعد الذي يعادي محمدا وآل محمد ناصبيا هو هذا الناصبي عدوا إلى كتبه بحسب فهمه مثل ما يقفل الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا قطعا هذا مستوى من مستويات النواصب هذه درجة من درجات النواصب الذين كنت أتحدث عنه ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب لكم أنتم يا شيعتنا وهو يعلم أنكم تتوالون وتتبرؤون من أعدائنا الذي الذي ينصب العداء لشيعة أهل البيت وهو يعلم أنهم يوالون أهل البيت ويعادون أعداء أهل البيت ومن أوضحي من أوضحي معاني معاداتي أعداء أهل البيت أن نعادي منهجهم لا أن نقول من أننا نوالي أهل البيت ونعادي أعداءهم ونحن غاطسون في مناهجهم الفكرية والعلمية والعقائدية والتفسيرية والاستنباطية والفتوائية وقولوا ما تشاءون فأي براءة هذه وأي عداء هذا إني حرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة لا توجد حرب مفتوحة بالأسلحة إلى يوم القيامة وإنما الحرب هي حرب الأفكار حرب السيوف تكون محدودة في فترة زمانية محدودة عبر التأريخ وإلى يوم القيامة زمان الحروب قصير إذن ما هي هذه الحرب التي تكون مفتوحة إلى يوم القيامة إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة إنها حرب الفكر حرب المناهج إنها حرب العقول هذا الأمر الذي لا يفقهه مراجع النجف وكربلاء غاطسون في الخراء الناصبي ويظهرون البراءة من أعداء العترة الطاهرة ماذا أقول عن هؤلاء سفهاء قليل في حقهم حمقى قليل في حقهم تافهون قليل في حقهم جهال أخبي قليل في حقهم لأن الحقائق واضحة واضحة وهم يقفزون عليها لأجل مصالحهم الشخصية الدنيئة وبإمكانهم أن يحصلوا مصالحهم الشخصية الدنيئة وأكثر منها من دون أن يكونوا غاطسين في هذا الخراء الناصبي لكنه سوء التوفيق إنه الخذلان بعينه ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب لكم وهو يعلم أنكم تتوالون وتتبرؤون من أعدائنا هذا هو الذي يأتي في معنى الاستبقاء العلماء الداعون والدالون والذابون الداعون لإمام زماننا والدالون عليه والذابون عنه بأي شيء بحجج الله حجج الله ليست في كتب علم الكلام ولا في كتب التصوف ولا في كتب العرفان حجج الله في القرآن المفسر بتفسيرهم حجج الله في حديث محمد وأهل محمد المفهم بتفيمهم فقط وفقط وهذا هو مضمون بيعة الغدير نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الأول من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة التاسعة وسبعين بعد الأربعمائة حديث طويل حديث طويل عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه هناك مقطع دائما أردده في برامجي أقتطفه من هذا الحديث الشريف يحدثنا بهذا الحديث أبو خالد الكابلي رضوان الله تعالى عليه الإمام السجاد يقول له يا أبا خالد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته الحديث عن قائم آل محمد صلوات الله عليه يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأنهم يستبقون أنفسهم لصاحب هذا الأمر هذا هو الاستبقاء هذا هو الاستبقاء لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة إنما ذهبوا في اتجاه الاستبقاء بسبب ما أعطاهم الله من العقول والأفهام والمعرفة لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف هم لا يحملون السيف هم يحاربون حرب العقول يحاربون حرب الأفكار يحاربون حرب العقائد مصداق صريح لما نقرأه في الزيارات الشريفة إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا الصدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذا هو الاستبقاء هذه المضامين لا تأتي مع قول القائل بقيت إلى زماني صاحب الأمر أو أبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذه المضامين تأتي مع قول القائل استبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر الاستبقاء هو هذا يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذا المضمون يتأكد واضحا في توقيع إسحاق بن يعقوب التوقيع الذي ورد إلى السفير الثاني بخط إمام زماننا إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في صفحة الثامنة بعد المائتين الإمام في آخر التوقيع يوجه أمرا إلى الشيعة وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم الإمام حين يأمرنا بأن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج إنه يأمرنا أن نكثر من العمل التمهيدي لمشروعه الأعظم لأن الدعاء من دون عمل كما علمونا كالقوس بلا وتر القوس بلا وتر لن يستطيع الإنسان أن ينتفع منه فلا يمكن أن تنطلق السهام من القوس الذي لا وتر فيه الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر ولا بد أن يكون العمل من سنخ موضوع الدعاء فحينما ندعو بالشفاء من المرض لابد أن يكون العمل مناسبا لهذا الموضوع أن نراجع الطبيب أن نلتزم بتعليمات الطبيب أن نستعمل الدواء إلى غير ذلك فالدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر فليس منطقيا أن الإمام يأمرنا بأن نكثر من الدعاء بتعجيل فرجه وهو لا يريد منا أن نعمل أساسا هذا الكلام إذا أردنا أن نطبق عليه قواعد معاريض كلامهم فإن الإمام لا يقصد الدعاء إن الإمام يقصد العمل وإنما يقصد الدعاء عرضا الدعاء يأتي في الحاشية لأن الذي يغير الواقع ما هو الدعاء الذي يغير الواقع هو العمل الدعاء عامل مساعد الدعاء من دون العمل لا يغير الواقع الذي يغير الواقع هو العمل هو العمل الحقيقي هو العمل المنظم هو العمل الممنهج هو العمل المبني على فكر سليم هو العمل الذي ينطلق من حكمة وإدارة سديدة وقيادة عليمة هذا هو العمل الذي يغير الواقع أما الدعاء لا يغير الواقع الدعاء عامل غيبي مساعد يساعدنا في أن ننال التسديد من إمام زماننا الدعاء عامل مساعد في أن تزاح بعض العقبات من طريقنا التي لا نستطيع أن نزيلها الدعاء يمثل شأنا من شؤون العمل وإلا فإن الأصل والأصل كله في العمل ولذا فإن إمامنا حين يقول وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم فرجنا في عملنا حينما نعمل حينما نعمل وفقا لمعرفة سديدة أمير المؤمنين ماذا يقول لكميل يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة وهذه المعرفة لابد أن تكون من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكون مننا هذه وصايا أمير المؤمنين لكميل ابن زياد وهي وصية لي ولكم فنحن وكميل على حد سواء هو شيعي ونحن هكذا ندعي أننا شيعة يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكون مننا يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة إلى معرفة تأخذها مننا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن إمام زماننا لا يريد مننا أن نلقلق بالألسنة دون عمل أن نلقلق بالألسنة دون أن تكون العقول والقلوب مستنيرة بمعرفتهم فعلينا أن نسعى أولا لمعرفتهم أن نتعلم بقدر ما نستطيع وعلينا أن نعمل بعد ذلك إذا كنا قادرين فإن الإنسان لا يكلف إلا دون طاقته الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بحدود طاقتنا التكاليف والشرعية كلها دون طاقة الإنسان صحيح نحن نقول من أن الإنسان يكلف بحسب طاقته لكننا إذا دققنا في ديننا فإننا نجد أن التكاليف كلها هي دون طاقتنا بإمكاننا أن نقوم بما هو أكبر وأكثر مما كلفنا به وعندنا الطاقة لذلك لكن الله من رحمته ورعفته بعباده كلفهم دون طاقتهم ودون طاقتهم بكثير لم يجهدهم إذا ما تعب الإنسان في الأمور الدينية في بعض الأحيان فتلك حالات نادرة بسبب ظروفه الشخصية بسبب الملابسات الموضوعية التي أحاطت بذلك الأمر الذي أتعبه وهذه حالات استثنائية الخط العام فإن تكاليف دون طاقة الإنسان وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج هذا هو الاستبقاء إذا كنتم تسألون تسألون عن الاستبقاء هذا هو الاستبقاء أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر المشرقيون ممدوحون ورايتهم ممدوحة وهم مخلصون ولكن بحسبهم هناك مسار آخر هو المسار الأفضل الذي أشار إليه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فإنه ما جعل نفسه مع المشرقيين وإنما ذهب في مسار آخر وهذا هو المسار اليماني فهذه الرواية تأتي منسجمة مع الرواية التي تحدثت عن وجوب طاعة اليماني فهناك ذكر اليماني والخراساني والرواية ذكرت وجوب طاعة اليماني وهنا الرواية تحدثت عن مسار المشرقيين وهم الخراسانيون من خلال الكثير من القراءن هم هم الخراسانيون ولكن الإمامة اتخذ طريقا آخر أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هنا نقطة مهمة جدا لأن الكلام هذا بتمامه في الفترة الزمانية ما بين بداية الغيبة الكبرى إلى مرحلة ظهور السفياني إلى الآن لم يظهر السفياني لم يظهر السفياني لا على الواقع ولا بحسب التقديرات النظرية التي أحدثكم عنها الروايات حدثتنا من أن مرحلة ما بعد ظهور السفياني ستختلف عن المرحلة التي سبقتها هذا هو الجزء الثاني من كمال الدين للصدق في صفحة الحادية والخمسين بعد المائتين إنه الحديث الرابع والأربع التوقيع الأخير الذي ورد إلى علي بن محمد السمري هذا التوقيع الأخير المعروف بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام هذا كان في شعبان في شهر شعبان في سنة التاسعة والعشرين بعد الثلاثمائة فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك انتهت الغيبة الأولى وانتهت مهمة السفراء بدأت الغيبة الثانية إنها الغيبة الطويلة فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة إنها الغيبة الثانية فلا ظهورة إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد إنها غيبة طويلة وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورة وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة المشاهدة الصلة الخاصة بإمام زماننا أن يكون كحال أصحاب الأئمة في زمن الحضور وإلا ليس المراد منها أن يكون اللقاء عابراً فاللقاءات العابرة كثيرة في تأريخ الغيبة وفي أحوال الشيعة وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعي المشاهدة قبل خروج السفياني وصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني بعد خروج السفياني الأمر سيتغير إذا ادعى مدع يمكن أن يصدق إذا أقام الأدلة نها مرحلة فاصلة تغيرت الأحكام ألاف من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني اليماني يخرج في الزمن الذي يخرج فيه السفياني هذه مرحلة فاصلة من هنا قسمت لكم زمان الغيبة الطويلة إلى مقطعين من بدايتها إلى ظهور السفياني ومن ظهور السفياني إلى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وماذا أيضا نقرأ في الجزء الثامن من الكاف الشريف في صفحة الخامسة والأربعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والثمانون بعد الأربع مائة بسنده بسند الكليني عن عمر بن حنضل قال سمعت أبا عبد الله حديث مهم هذا الحديث قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول خمس علامات قبل قيام القائم الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني الخسف إنما يكون بعد ظهور الإمام الروايات هكذا حدثتنا وأخبرتنا بعد إعلان الظهور لكنه يصدق عليه أنه يكون قبل قيام القائم لأن الذين سيأتون بخبر الخسف إلى الإمام يكون الإمام في المسجد الحرام في حال بيعة وفي حال إعلان لظهوره إلى الآن لم يتحقق معنى قيام القائم بشكل كامل إنه الظهور بدايات القيام خمس علامات قبل قيام القائم الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني فقلت عمر بن حنضل فقلت جعلت في ذاك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أن أخرج معه قال لا قبل هذه العلامات ولكن بعد العلامات فإن الأمر سيكون مختلفا جدا حينئذ ننظر في أمر هذا الخارج لأن العلامات هذه تتحقق بعد ظهور السفياني الرواية مهمة جدا عمر بن حنضل يقول سمعت أبا عبد الله يقول خمس علامات قبل قيام القائم الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني فقلت جعلت في ذاك إن خرج أحد من أهل بيتك من الذين يعدون أنفسهم من أنهم منكم من الهاشميين أو من الشيعة جعلت في ذاك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أن أخرج معه قال لا فلما كان من الغد تلوت هذه الآية إن نشأ الآية التي تتحدث عن الصيحة فظلت أعناقهم للصيحة فظلت أعناقهم لها خاضعين فقلت له أهي الصيحة فقال أما لو كانت خضعت أعناق أعداء الله عز وجل أما لو كانت لو كانت هذه الآية لو كانت هذه الصيحة النقطة المهمة عندنا هنا حين سأله إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أن أخرج معه قال لا لكن بعد العلامات فإن الأمر سيكون مختلفا جدا والكلام في الروايات في هذا السياق واضح جدا نذهب إلى رواية أخرى صفحة صفحة مئتين واتساطعش إنه الحديث أربعمية واثناش أذهب إلى موطن الحاجة من عن الفضل الكاتب قال كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه فأتاه كتاب أبي مسلم إنه أبو مسلم الخراساني وحكاية كتابه لها تفصيل لا أريد أن أخوض فيه إلى أن سأل الفضل الكاتب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذاك إنه يسأل عن علامة النهوض عن علامة الجهاد عن علامة الحركة قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذاك قال لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني فمرحلة ما قبل السفياني لها أحكامها ومر الكلام في ذلك ومرحلة ما بعد السفياني لها أحكامها واليماني ليس جزءا من المرحلة الأولى إنما هو جزء من المرحلة الثانية لأنه يخرج مع السفياني في الوقت نفسه فما ذكر من أحكام وروايات ترتبط بمرحلة ما قبل السفياني تكون قد نسخت نسختها المرحلة الجديدة فهل يفقه هذا مراجع النجف وكربلا هل يفقهون هذا والله لا يفقهونه لا يفقهونه ولا يعرفونه ولا يخطر في أذانهم هؤلاء لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة ولا بثقافة العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذلك قال لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا فأجيبوا إلينا فأجيبوا إلينا يقولها ثلاثا وهو من المحتوم السفياني من المحتوم فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا فأجيبوا إلينا فأجيبوا إلينا أجيبوا إلينا إلى أي الجهة الجهة الأولى هي جهة اليماني وإلا فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يكن قد خرج نحن نتحدث الآن عن اللحظة الأولى التي خرج فيها السفياني وسيكون خروجه في أوائل شهر رجب إنه رجب العلامات في سنة قمرية زوجية لأن السنة التي تليها ستكون سنة فردية وهي سنة الظهور الشريف فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا الإمام يؤكدها ثلاثا فأجيبوا إلينا فأجيبوا إلينا فأجيبوا إلينا إلى أية جهة إلى اليماني هذا المرض الذي ينتشر في أجواء الطوسيين وهم يحاولون الانتقاص من اليماني لأجل مراجعهم الثولان الأغبياء السفلة وماذا نقرأ أيضا صفحة ميتين وإلى ودعش صفحة ميتين وإلى ودعش رقم الحديث ثلاثمية وثلاثة وثمانين بسنده بسند الكليني عن السدير الصيرفي قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يا سدير يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه الحلس هو الفراش الذي يوضع تحت الفراش الظاهر هناك فراش ظاهر يراه الناس حين يدخلون إلى البيوت يوضع تحته بساط يفرش تحت الفراش الظاهر هذا هو الحلس الأحلاس هي الأفرشة التي توضع تحت الأفرشة يعني يا سدير اختفي تماما كن وكأنك ليس موجودا سدير هذا هذا كان دائما يتوثب يريد أن يخرج مع كل خارج حتى قال عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع أنه من الشيعة المخلصين قال عنه إن سدير عصيدة بكل لون هذا هو العصيدة بكل لون سدير صيرفي رضوان الله تعالى عليه وعلى عصيدته يا سدير يا سدير الزم بيتك الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسك واسكن ما سكن الليل والنهار حتى تبدأ العلامات الحتمية واسكن اسكن واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفيانية قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك حتى لو لم تتوفر لديك الوسائل النقلية إذن هي مرحلة جديدة هذا هو الذي قلته تذكروا من أن عصر الحضور من البعثة إلى شهادة إمامنا الحسن العسكري المعصوم حاضر ما عندنا من مشكلة نأخذ الموقف منه تأتي الغيبة الأولى المعصوم حاضر لكننا لا نستطيع أن نتواصل معه بنحو مباشر نتواصل معه عبر السفراء ما عندنا من مشكلة المشكلة تبدأ مع بداية الغيبة الثانية الغيبة الكبرى لكنهم قسموها لنا قالوا لنا من ظهور السفياني إلى يوم الظهور فإن تكليف هذا وضحوا لنا تكليفنا بشكل قطعي واضح تبقى المرحلة ما بين بداية الغيبة الكبرى وظهور السفياني فهناك وهناك مرة يكون القيام مذموما ومرة يكون القيام ممدوحا وهنا لا بد أن ندخل في مواصفات المذموم وفي مواصفات الممدوح وهذا أمر خارج عن هذه الحلقة بيّنته الروايات وفصلته لنا تفصيل هذه الرواية واضحة جدا يا سدير يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك وقت الحلقة صار طويلا وللحديث بقية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي سألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا للمشاهدة